على مستوى الفاعلية، على مستوى السرعة، على مستوى أنه يكون محور هجومي فعال، على مستوى التقليل شوية من المراوغات اللي ممكن تكون بتأثر بالسلم، لا عبدالقادر النسخة دي قريبة جدا 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 من نسخة عبدالقادر اللي أنا مستنيها من زمان التاني مش عايزة أقول جندي مجهول لأنه أكرم الحقيقة لعيب مرة بظروف صعبة جدا وفيه لعيبة كتير جدا مرت بنفسه ظروف أكرم دي راحته ما راجعتش وده غزبا عنهم الحقيقة أنا مش بلوم عليهم أو بقول أنه هما ما كانوش قد أو ما عندهمش الإصرار أو عندهم العزيمة أنه هما يرجعوا تاني لكن هما إصطين صعبين جدا إن جيلك اتنين صليب بينهم تقريبا فترة زمنية أو ليلة جدا عشان ترجع تاني وتجيب نفس المستويك قبل الإصطين دول ده شيء بيبقى صعب مش كل الناس عندها القدرة أنها تعمل ده أكرم من برح الحقيقة هي دي فيرجون أكرم اللي أنا يعني عارفها مستنيها متأكد أنها جاية بس ما كنتش شايف أنها هتيجي بالسرعة دي أكرم من برح كان واحد من أهم نجوم المباراة وفوجة نظر كتير من جماهير النادي الأهلي اللي اتكلمت معاها واللي بيتكلموا حتى وتبعتهم على السوشيال ميديا أكرم كان نجم المباراة دفاعا وهجوما الروح الإصرار اليقى البدنية الأدوار الدفاعية الأدوار الهجومية السبات في المستوى يعني فكرة أنك أنت تبقى متقلق دفاعيا وهجوميا وتديني 45 دقيقة وال45 دقيقة التانيين ما حسش بيك ما شوفكش وارد طبعا ده كرة دي كرة دي أهميتها أنها كانت نقطة التحول في المباراة يعني خدوا بالكم كل مطش ليه سيناريو كرة دي لقدر الله لقدر الله لو كان الأهلي يستقبلها في بداية الشوت التاني كانت هتعقد إحنا كنا أساسا متوترين والنتيجة 0-0 وإنت أنا بالنسبة لي أول ما عدت أنا مش مستني الجون الأول أنا أول ما عدت بتدي اتفرج على المطش أنا مستني الجون التاني لأن الجون التاني هو اللي يحط عصبي في التلاجة فبالك اللعيبة دي اللي بتلعب وعنيها على أنها تروح للنهائي دور الأبطال وبتلعب مع مازنبي مش معاي فرقة في أفريقيا مازنبي فرقة محترمة جدا وبتلعب وحواليها استاد القاهرة مليان جمهور وبتلعب وهي متوترة وهي متعدلة 0-0 وعارفة أنه استقبالها لهدف هيصعب جدا ويعاعد جدا من سيناريو المباراة وأنه مازنبي اللي بيدافع وهو متعدل 0-0 غير بالتأكيد نسخة مازنبي اللي هتتعادل أو هتدافع وهي كسبانة 1-0 فنقطة أو لقطة أكرم اللي احنا شفناها دي لقطة مهمة جدا 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 وممكن اعتبرها لقطة المباراة تعالى بقى نتكلم على أدوار أكرم الهجومية أو تطور مستوى أكرم أعتقد امبارح أنك وانت بتتفرج على أكرم في خط النص انت متطمن انت بتلعب امبارح نقص مين؟ واحد أليو ديانج اتنين مروان عطية الاتنين دول في خط نص النادي الأهلي تريد مارك يعني الاتنين دول غياب واحد فيهم يأثر على خط نص النادي الأهلي أنا امبارح في وجود أكرم وكوكا الحقيقة ما حسيتش لا بغياب ديانج ولا بغياب مروان عطية وشايف أنه فرصة مروان وديانج بعد المستوى اللي قدمه أكرم ده انت عندك طبعا منافسات كتيرة جدا وعندك لسه الدوري يعني مشوار طويل كأنك اعتبر نفسك ما ابتقدتش البطولة وهتواجه فيه ضغط ماتشاط تلات تيام واربع تيام بتلعب ماتشو ماتشو وفيه صفر واي واي لآخر لكن في النهاية كل اللعيبة اللي موجودة ان شاء الله في النادي الأهلي والحمد لله انت امبارح شفت حسين الشحات على الدكة امبارح شفت إمام في الملعب قريب ان شاء الله بإذن الله يمكن يوم الاتنين اللي جايش الناو هيرجع مرة تانية يتمرن مروان وديانج بإذن الله ان شاء الله رجعين وياسر إبراهيم فبالتالي لا الجماهير امبارح شمت نفسها امبارح ده خرج الأهلي من عنق الزجاجة مش بس عشان قدر يكسب مازمبي ولا بس عشان قدرنا نتأهل المبارنة هيا لكن كمان القادم بإذن الله أفضل بعد المستوى الرائع الحقيقة اللي قدمه لعيبة كانت بعيد جدا 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 في الفترة الأخيرة الأهلي في وسط غيابات بالجملة قدر يقدم واحد من أفضل عروضه قدام واحد من عملقة الحقيقة أفريقيا وهو مازمبي الكونغولي وقدر يتجاوز المرحلة أو المشوار الصعب الحقيقة بشوفه محطة صعبة جدا جدا مطش مبارح بالنسبة لي كان أصعب من مطش مازمبي في الكونغولي بإذن الله قبل موجة الترجي عندنا أربع مطشات هنتكلم عليهم مع حضراتكم في الدوري بإذن الله يكونوا أفضل واحد طبعا الهدف الأول استعداد الصدارة اتنين بإذن الله إن شاء الله مهم جدا استعداد الصدارة لأنه أنت بتلعب على أن ترتيب الدور الأول في الدوري زي ما تعودنا كل سنة هو اللي هيحسم المشاركين في بطولة أفريقيا السنة اللي جاية نمرة اتنين يكونوا مرحلة إعداد قوية جدا 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 قبل يوم 18 جولة الزهاب في نهاية دور الأبطال أستقبل معايا واحد من نجوم النادي الأهلي كابتن قسامة عرابي كابتن قسامة مساء الخير مبروك طبعا التأهل